تحياتي من جديد وبنبدأ مع حضراتكم فتح أولى حوارات هذه الليلة والحديث هذه المرة عن الاقتصاد الموازي والعملين فيما يعرب بكلمة الاقتصاد الموازي في مصر احنا متكلم على دراسة بتقول انه فيه سبعة ملايين عامل في مصر بيعملوا فيما يعرب الاقتصاد غير الرسمية والاقتصاد الموازي يعني اي ان كان التعريفة والحكومة بتعمل على اعادة دمجهم لتقديم خدمات وايضا لكي لا تكون هناك اموال لا نعلم عنها شيء تقريه التالي هيعرض المزيد من التفاصيل اعود بعد ذلك لبدأ الحوار مع ضيف الكيل مصرات من التنمية والتطور تنتهجها الدولة على كافة الاصعدة الاقتصادية والمالية لاجاد فرص عمل حقيقية للاجيال الحالية والقادمة وتعمل الحكومة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لما له من مزايا وحققها الطرفان من خلال وضع الاقتصاد غير الرسمي من مصاري شرعي مرخص بالاضافة لحفظ حق الدولة في الضرائب واعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء مؤخرا ان هناك ما يقرب من سبعة ملايين مصري يعملون في قطاع الاقتصاد غير الرسمي وهو رقم يمثل شريحة كبيرة من المواطنين ويشير الخبراء الى ان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر يتضمن العديد من الحوافز من بينها اللا تتم المحاسبة الضربية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على تلخيص مؤقت لتوفيق اوضاعها عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب وبحسب الخبراء فان الاقتصاد غير الرسمي مظلة كبيرة يندرج تحتها اكثر من فرع منها ما يسمى بالاقتصاد الاسود وهو ذلك الاقتصاد المبني على تعاملات تجارية غير مشروعة وكذلك الاقتصاد الموازي وهو عمليات تجارية مشروعة لكنها لا تدخل تحت حسابات الدولة الاقتصادية وقطعت مصر شوطا كبيرا خلال العامين الماضيين في رقمانة منظومتي الضرائب والجمارك على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار من خلال ما يكنتي ودمج وتبسيط الإجراءات وتحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي خاصة مع اطلاق المرحلة الاولى لمنظومة الإجراءات الضربية الموحدة المميكنة للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع بينضم إلي على الهواء مباشرة دكتور سيد خدر الخبيل الاقتصادي أهلا بك يا دكتور أهلا بحضرتك ومساعد خيرها لحضرتك وعلى كل السيدة مشاهدة أهلا بحضرتك وإحنا متكلم على عمالة عدد كبير جدا جهاز المركزي التعبية العامة والأحساب متكلم على أكتر من 7 مليون وبالتأكيد بنتكلم على مبلغ مالي كبير لو بشكل تخديري نقول القيمة اللي بيشتغل فيها هذا الاقتصاد الاقتصاد الموازي أو الاقتصاد غير الرسمي هو طبعا في البداية بس نحب نوضح الأول يعني اقتصاد موازي أو غير رسمي أو ما يطلق عليه الاقتصاد الأسود هو احنا هنسميه يعني أو هنخل نعيني الاقتصاد الأسود والاقتصاد الموازي الاقتصاد الموازي ده هو النشاط بيتم بشكل مشروع ولكن دون اتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية والضريبية وطبعا في ظل الاقتصاد الموازي طبعا لا يوجد حقوق للعاملين لدى هذا القطاع بشكل كبير جدا ويمكن فيه عندنا شراحة كبيرة جدا يمكن في مصر أكثر من 7 مليون وده طبعا لا يوجد حفاظ على حقوق العاملين سواء من الناحية التأمينية التأمين الاجتماعي أو ضمان معاش لدى العاملين في هذا القطاع الكبير كمان فيه يمكن الدولة ما بتسفدش بجزء كبير جدا من قيمة الدرايب اللي هي بتسمى إيرادات وده بيكون عائد كبير على الدولة فالدولة الفترة الأخيرة يمكن بتسعى بشكل كبير جدا إلى إعطاء منح وحوافز من أجل ضم جزء كبير جدا من هذا الاقتصاد الموازي طبعا يمكن احنا عندنا في مصر وخصوصا الدول الناشاء عندنا يمكن نص الاقتصاد يعني احنا لو قلنا الاقتصاد الرسمي حصيلة الاقتصاد المصري وليكن 6 تلريون جنيه هقول لحضرتك نص هذه القيمة هي حصيلة الاقتصاد الموازي أو الغير رسمي فطبعا الدولة ما بتستفدش من هذا الجزء بشكل كبير جدا ولكن مع إعطاء المنح والحوافز اللي بتقدمها الحكومة من خلال المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة وده طبعا من خلال فكرة الإعفاء الضريبي لفترة معينة لتسبيح خلينا نتكلم على يعني عشان بس نتكلم على المنح بعد ذلك ولكن لماذا تم التعامل مع من يقوم بال احنا بنتكلم ان فيه ناس بتقوم بنشاط مشروع ولكن هو غير مش عامل سجل جريبي غير موافق مش معروف بالنسبة للدولة فيه ناس تانية بتقوم بأعمال اصلا هي غير مشروع سواء بقى تجارة مخدرات تجارة اعضاء اي ان كانوا العمل غير مشروع هو مجرم ليه سمي اقتصادي يعني ليه يعني ليه ما تسماش ان دول دي جريب طبعا هو يمكن الشيخ التاني من الاقتصاد الغير رسمي اللي هو بنسميه الاقتصاد الاسود اللي هو متمثل فيه طبعا عمليات غسيل الاموال وتجارة السلاح والمخدرات وكمان مش بس كده ده كمان فيه تمويل عمليات الارهابية ويمكن الفترة الاخيرة ظهر كمان نوع من هذه الانواع ونوع خطير جدا اللي هو سرقة المعلومات والبيانات خاصة فيه البنوك الدولية والحسابات الشخصية والقرصانة الالكترونية ده طبعا بيأثر هو طبعا اقتصاد قوي هو اقتصاد طبعا لان هو يمكن حجم اعمال الاقتصاد الاسود ده يتخطى الاقتصاد الرسمي يمكن حجمه في العالم يتخطى واحد وثمانية من عشر تليليون دولار فحجم اقتصاد قوي لان هو بتقوم عليه دول وعمليات غسيل اموال وتجارة مخدرات فهو اقتصاد ولكن يطلق عليه اقتصاد الاسود كمان فيه جزء مهم يمكن تجارة الاعضاء البشرية وده بتنضم الى هذا الاقتصاد ولكن الاقتصاد الموازي لهو اقتصاد مشروع ولكن دون دون اوراق رسمية اه يمكن مفيش فكرة تحقيق التوافق او اتخاذ الاجراءات السليمة في توفيق الاوضاع طيب البعض بيخشى في عملية احنا بنتكلم بقى الاقتصاد السليم انا هعمل مشروع صغير او هفتح حاجة في البيت او ايا كان البعض بيخشى فكرة الدرايب وعلشان كده ناس كتيرة جدا بتقوم ما بتبينش بالرغم انه في في ناس بتحقق دخل اكبر مما يتخيله اي شخص وهو قدام الدولة هي سيدة منزل مثلا يعني او واحد ما بيشتغلش طبعا حالة عدم الثقة دي جاية نتيجة ترقومات سنين ولا جاية نتيجة ايه لا هو شوفي حضرتك يمكن اللي عاملين في القطاع الاقتصاد الموازي هو طبعا بيحاول ان هو بيجني سماء يعني يمكن عنده ربح كبير جدا وعنده فهو خايف يبقى فيه مخاوف من فكرة الضم او الاتجاه الى الاقتصاد الرسمي لان هو طبعا هيحمل عبء الدرائب وعبء التأمينات على الموظفين فهتبقى فيه عنده عباء اضافية بشكل كبير فبالتالي هامش الربح عنده هيقل فده طبعا فيه مخاوف فيه مخاوف ايضا من فكرة دفع الدرائب تمام ولكن الدولة بتحاول ان هي تخدم المنح والحافظ بحيث ان يبقى فيه طمأنينة وفيه تشجيع على الاتجاه الى اتخاذ الجراءات سليمة وتوفيق كمان اوضاع العاملين يمكن العاملين زي ما قلنا لحضرتك فيه شريحة كبيرة جدا من العاملين العاملين دول مفيش اي جدوى مفيش اي استفادة من خلال التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي كمان يمكن ده فيه اهضار كبير جدا لهذا الشريحة الكبيرة فيه بعض الاعمال صعب الوصول لها فيه تعامل من قبل اعمال هي صعب زي مثلا العمال الحرفية كتير جدا العمال الحرفية وفيه حدث ستات في البيوت بتعمل اي جي الباعة الجائلين كمان ده العمالة غير المنتظر طبعا ده يمكن انا قصدي ازاي نقدر نحصل على المعلومات لا انا هكلم عن التجارة الالكترونية ازاي احنا نقدر نحصل على المعلومات اللي تخلينا نعرف بشكل صحيح بدون ظلم للناس وايضا بدون اغتاب شو فيه هو يمكن احنا عندنا طريق مباشر وطريق غير مباشر يمكن الدولة المصرية بتحاول بشكل كبير جدا ان هي تجمع معلومات عن الاقتصاديات بشكل كبير خاصة يمكن احنا فيه جزء كبير زي الباعة الجائلين احنا يمكن مش هنقدر نحصل عدد كبير جدا ولكن بنحاول ضم نسبة من هذا الاقتصاد تتراوح ما بين 35 الى 45 نحن عشان نقدر نحصل كل الاعداد او كل العاملين في هذا القطاع الكبير جدا يعني انا شايف ان هو من اهم القطاعات ولكن احنا هيبقى فيه حاصر بلكن هيبقى على مراحل على فترات معينة عشان احنا زي ما قلت حضرتك عشان نشوف ربات البيوت لان فيه بيع بشكل مباشر وفيه بيع عن طريق يمكن ده ظهر خلال ازمة كورونا اللي هو البيع الانلاين مش هنقدر نحصل الاعداد الكبيرة دي ولكن احنا نتكلم على ارقام مهول طبعا احنا عايز اقول لحدك يعني ارقام كبيرة جدا في الاقتصاد الغير رسمي احنا ما بنسفدش منه والدولة ما بنسفدش منه تحديدا تجارة الالكترونية في السنة اللي فاتت احنا نتكلم على مليارات احنا عايز اقول لحدك حجم التجارة الالكترونية في عام 2020 تخطينا 80 مليار جنيه ده في مصر او ده في مصر بالزبط واخد بيها حضرتك احنا 2019 كان عندنا حجم الأعمال 560 مليون دولار فلا احنا عندنا وده نوع من انواع الاتجاه او العزوف عن التجارة التقليدية يمكن ده بسبب ازمة كورونا وتداعيتها فكان فيه عزوف عن التجارة التقليدية والاتجاه الى التجارة الالكترونية ولكن الدولة بتسعب بشكل كبير الى فكرة الطمأنينة وفكرة القضاء على الروتين تمام وتسهيل الاجراءات على اساس ان يكون هناك جزء مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع ويمكن احنا الجزء المهم او الاستثمار المهم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وده هيضم شريحة كبيرة جدا من الاقتصاد غير الرسم ولكن طبعا المخاوف هو محتاج عشان يضم محتاج فيه حتة انه هو يبقى عنده امان محتاج بالاستقرار الدولة بتحاول من خلال المنح والحواف التي بتقدمها والفترة القادمة ان شاء الله يبقى فيه ضم نسبة كبيرة جدا من الاقتصاد غير الرسم ايه اللي هيستفيد به المواطن او الشخص اللي بيقوم بهذا العمل في حال انضمامه لانه هو ده السؤال اللي هيستقل وخليني مستخبي احسن لان انا مش هستفد حاجة هل هيستفيد؟ وطبعا هيبقى فيه عواد اقتصادية كبيرة جدا سواء على الدولة او على الافراد يمكن الدولة هتستفيد من العواد من خلال ضم نسبة كبيرة من الارادات عن طريق الضرائب تمام وده هيستفيد منها هيبقى فيه عواد بقى فيه برامج الحمال الاجتماعية وده هيستفيد منها شراحة كبيرة في مصر كمان العمالة وده جزء كبير جدا فيه القطاع غير رسمي ده هيستفد منه بشكل كبير فيه ضمان معاش فيه ضمان تأمين صحي فيه كيفية العلاج يمكن هو في الاقتصاد غير رسمي مفيش اي ضمانات ولكن هيستفد منه اما صاحب الشركة طبعا هيبقى حسن اوضاعه تمام حتى لو هو هيخسر نسبة كبيرة من الارباح ولكن هيبقى فيه طرق سليمة لعملية التجارة طيب هل احنا بنتكلم على يعني اي شيء في البداية بيبقى الدولة بتترك مساحة وبتدي مميزات زي مثلا ما قالوا ان هم مش هيعملوا تأدير للسنين اللي فاتت واعتقد ان ده هيكون لفترة معينة تمام هل بعد كده الدولة هتلجأ لعمية الاجبار لانه في لحظة من اللحظات ان ده قانون يجب ان يطبق او فيه عقوبة هتقى على الشخص فهل الناس تبقى عامل حسابها انه المسألة التدريجية بتصل في النهاية لا انه من لم يلحق بالرجب بالشكل البسيط سيلحق بالقانون طبعا شوفي حضرتك يمكن الدولة من خلال اتخاذ اجراءات زي تحول الى الاقتصاد الرقمي وتحول الى الرقمانة والشمول المالي والميكانة الإلكترونية ده طبعا هيبقى فيه اجبار على تحول الاقتصاد غير رسمي بشكل كبير جدا النهاردة علشان يتعامل هيبقى لازم فيه فاتورة الكترونية فهو طبيعي خلال الموهلة السماح اللي بتقدمها الدولة المصرية فخلال الفترة الجاية لا هيبقى فيه اجبار ما هو النهاردة الدولة فيه فترة سماح خلال ثلاث سنين او خمس سنين ولكن مع فكرة التحول وكل الفواتير هتبقى بشكل الكتروني فمش هيبقى فيه اقتصاد غير رسمي محدش هيادر بيع سلع او خدمات بشكل تحتبير السلم او بشكل عشوائي لا النهاردة هتبقى كل حاجة مميكنة كل حاجة تحت الرقابة الدولة هيبقى فيه رقابة صارمة على هذا القطاع الكبير جدا حتى يتم الاستفادة من ايرادات القطاع الاقتصاد غير رسمي تمام الادراءات اللي هتعملها الدولة في البداية لإدخال هذه المنظومة يعني التسهيلات اللي هتحصل في الاول الدولة طبعا يمكن احنا كان عندنا الفترة الاخيرة بالاستثمار بشكل عام كان عندنا الروتين والدولة ولكن الدولة بتحاول ان هي تقضي على الروتين من خلال فكرة الشباك الواحد وتسهيل الاجراءات بحيث النهاردة يبقى المستثمر يقدر اخلص اجراءاته بشكل ميسر والقضاء على البيروقراتية بشكل كبير وده هيساعد على جاز مزيد من الاستثمارات سواء الاجنبية او المحلية ودخول شريحة كبيرة جدا من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي في مصر ولكن طبعا الدولة بتحاول تقديم المنح والحوافز للمستثمرين الصغار يمكن احنا عندنا كمان جزء كبير جدا من شريحة القطاع الاقتصاد المواسق اللي هو الباعة الجالين فالدولة بتحاول توفر اماكن يمكن فيه عندنا استغلال تحت الكباري الكباري وده استغلال امسل جدا للمشروعات فالدولة بتحاولها تقدم يمكن السبل او الطرق اللي تنقل بها الباعة الجالين او الاقتصاد او الحرفيين يمكن احنا بدأ عندنا يبقى فيه فكرة المدن الصناعية المتخصصة فده ان شاء الله يساعد الفترة القادمة على ضم جزء كبير من هذا القطاع تعامل مع التجارة الالكترونية هيتم ازاي؟ شوفي يمكن التجارة الالكترونية والقرصانة يمكن احنا عندنا لها مميزات ولها عيوب هي احنا محتاجين الفترة اللي جاية يمكن احنا طبعا قطاع التجارة ده كان من اهم القطاعات للنشطة خلال الفترة الاخيرة في مصر ولكن احنا الفترة القادمة فكرة حماية الامن السبراني وحماية المعلومات وحماية البيانات دي دي مسألة امن قومي التجارة الالكترونية طبعا دي ان شاء الله الفترة القادمة والتسويق الالكتروني ده هتبقى من اهم الانشطة واهم الاستثمارات في مصر هي الدولة طبعا هيبقى فيها لها قيود ولها رقابة على فكرة التجارة ولكن طبعا احنا عندنا شق كمان يمكن احنا عندنا مواقع مرخصة بشكل كبير جدا وملتزمة برضو بدافع الدرائب دي مواقع ليه الكبير تحتاج فترة كبيرة للدمج للدمج وجمع البيانات للدمج وجمع البيانات لان النهاردة ما هو اشخاص غير معروفين يعني النهاردة اي حد يقدر يبيع من خلال الفيسبوك او اي تطبيق فبالتالي ما عندوش رقابة ولكن الدولة الفترة اللي جاية هيبقى فيه برضو فكرة تخديم المنح لهؤلاء الشراحة الكبيرة برضو اللي بتستخدم فيه التجارة الالكترونية هل ما تم عمله من قبل الدولة مع العمالة غير المنتظمة في ايام ازمة كورونا ممكن يكون حافز بشكل او باخر للحصول على يعني فوايد في ايام الازمات الكبيرة اللي هي الغير متوقعة بالنسبة للجميع زي اللي حصل في سنة عشرين طبعا يمكن الدولة المصرية في ظل الازمات يمكن من الدول الوحيدة في العالم اللي وقفت فعلا مع العمالة المنتظمة وبتحاول هي تقدم دعم كبير جدا للعديد من القطاعات زي احنا كان عندنا قطاع السياحة يمكن الدولة كنا بتحاول انها تحافظ على العمالة وعدم تسريح العمالة بشكل كبير جدا في هذا القطاع وكمان يمكن دعم اكتر من 3 مليون عامل خلال ازمة كورونا كمان مش بس الدعم ده كمان احنا عندنا برامج حماية اجتماعية عديدة جدا فالدولة المصرية بتحاول تحافظ على العمالة بتحاول ان هي تخفض البطالة بشكل كبير وده بينعكس على المؤشرات الاقتصاد الكل زي انخفاض معدل الفكر طبعا ده الدولة بتقول ان هي بتحمي العمالة الغير منتظمة بتحاول ان هي تخلق فرص عمل جديدة بتحاول ان هي يبقى في استمرارية في حماية حقوق وطبعا في حالة ضم هؤلاء العداد الكبيرة في الاقتصاد الرسمي طبعا الدولة هيبقى شرط اساسي ان هو يبقى في محافظة على حقوق العمالة يمكن هما الفترة السابقة اهدار كبير جدا لتلك الحقوق من جميع النواحي فالدولة المصرية هدفها الاساسي هو الحماية الاجتماعية لمحدود الدخل والعمالة الغير منتظمة الكلمة التحول الرقمي هي كلمة السر بالنسبة للاقتصاد الجديد او للشكل الدولة اللي احنا بنحاول ان احنا نوصل لها بنتكلم على التحول الرقمي سواء في بيانات سجل المدني بيانات المواطنين بعيدنا عن الاقتصاد بشكل عام التعملات اللي هي الورقية وبنتكلم على التحول الرقمي في الاقتصاد كيف تقرأ الخطوات الموجودة او بمعنى اكثر دقة هل من لن ينضم لهذه المنظومة لن يلحق بالرجب يعني كم يوم ببدأ الاعلان عن فكرة البوابة الخاصة بالجمارك ان لن يتم دخول اي سلعة في مصر بدون التعامل مع بوابة الكترونية خاصة بالاستيراد وعمليات الاستيراد فكرة التحول الرقمي انت شايفها ازاي والله هو يمكن احنا في مصر يمكن مع ظهور جائحة كورونا يمكن احنا بدأ عندنا تسريع وطيرة التحول الاقتصاد الرقمي والرقمانة بشكل كبير جدا وده هيساعد طبعا على نمو الاداء الاقتصادي ويمكن هيوفر كمان الوقت يمكن الوقت والجهد وهيبقى فيه رقابة على جميع الهيئات والمؤسسات تمام وده يمكن للشركات هيبقى فيها توفير جزء كبير يمكن فكرة الجمارك وعدم دخول اي سلع الى مصر الا من خلال البوابة الايكترونية ده هيخلي فيه فكرة ان كل مستثمر يقدر يستغل او يقدر ينهي اجراءات الخاصة باستراد او تصدير السلع من خلال الشركات مش هيبقى فيه فكرة السمسرة وفكرة الوسيط لا هيبقى فيه فكرة تسهيل في الاجراءات تسهيل في الوقت والجهد هيبقى فيه محافظة هيبقى فيه رقابة على الدولة الدولة هي تقدر تراقب على الصادر والوارد الخارج هيبقى فيه برضو ده هيبقى نوع من الانواع اللي بتحاول او تقدر تسيطر على الاقتصاد غير رسمي لا تماما يا فكرة انا بتكلم ان هو فايدته واضحة لا انا بتكلم على الخطوات اللي بتتم احنا في اي مرحلة يعني احنا عطعنا صوت كبير احنا لسنا في البداية مع ازمة كورونا احنا بقى عندنا تسريع طبعا طبعا تسريع ولكن احنا طبعا تحاول الرقمي بيحتاج الى بنية تحتية قوية في الاتصالات واحنا فعلا بدأنا في انهاء البنية التحتية القوية اللي يقطع الاتصالات والانترنت يمكن احنا خلال 2023 ان شاء الله هيتم تطبيق التحاول الرقمي بشكل كبير جدا في جميع المجالات وفي جميع الهيئات الحكومية التعامل مع فكرة الحصول على البيانات البيانات بشكل عام سواء من الاقتصاد الرسمي او الاقتصاد غير الرسمي شايفها ازاي يعني حتى لو جيه حد عايز يستثمر هنا في مصر فكرة الحصول على المعلومات كان فيه زمان مشروع من كم سنة ان كل محافظة هتبقى منوطة بوضع المعلومات والمناطق الاستثمارية الخاصة بيها وازاي تستغل شايف وصل لإيه الموضوع ده شوفي امكان احنا عندنا حقيقة وجهاز مهم جدا جهاز التعبية العامة والاحصاء ده بيصدر البيانات بشكل دوري يمكن عندنا يعني يمكن معدلات الاقتصادية مؤشرات الاقتصادية معدل الفقر معدل البطالة معدل التضخم فكل البيانات وكل المعلومات دي بتتح ما هو المعلومات بتأتي معلومات عن ان المنطقة دي انا ممكن استثمر فيها كذا انه انا كمستورد ان هذه المحافظة بتحتاج لكذا يعني فكرة التعامل مع معلومات دقيقة بيحتاجها الشخصي يعني في دول هي عاملة مكتب خاص لفكرة الاستراض انت عايز تستورد منها انت بتعامل مع شخص ده احنا عندنا هيئتين عندنا الهائية العامة الاسمار ودي طبعا بطبعا ده كل المعلومات وكل البيانات عن المناطق الاستثمارية في مصر بشكل كبير جدا المناطق الصناعية لكن الارقام بقى بتترجم من خلال الجهاز التعبية العامة والاحصى وده بيصدر دوريات بشكل مستمر يمكن بشكل شهري عن المعدلات الاقتصادية والمؤشرات واجمال الناتج المحل الإجمالي خلال فترات معينة تمام انا بشكر حريك عموما شكر جزيلا على التواجد معايا الدكتور السيد خدر خبيل اقتصادي شكرا للمشاهدين جزيلا شكرا جدا شكرا موصول لحضراتكم وعيدا مشاهدين الكرام فاصل ونواصل هذه الحلق